موسيقى أهلا بكم في مرايا بعد قرار الإدارة الأمريكية الحالية دارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس طبعا القدس الغربية بوصفها عاصمة إسرائيل هاجت الدنيا كل الدنيا وحق لها فهذا قرار في هذا التوقيت لا مبرر له لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الأخلاقية أو حتى القانونية غضب العرب غضب المسلمون غضب كثر من عقلاء العالم غضبا محقا على قرار أبسط ما يقال عنه كما وصف الوزير الإماراتي أنور قرقاش أنه يمنح المتطرفين والمخربين في المنطقة الذرائع للمضي قدما في خرابهم ليس محتاجين هم أصلا جاهزين هذا أمر كله معلوم ومكانة القدس ليس لدي المسلمين فحسب بل حتى المسيحيين العرب وغير العرب مشهورا كنيسة القيامة وغيرها محج للمسيحيين ومحفوظة وملف القدس أصلا كان من أصعب الملفات في فصول التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي دائما كانت مسألة القدس بعدين اللاجئين والحدود هي الملفات بس القدس كان دائما يتأخر لأنه موضوع حساس ودوما كان بحث الملف هذا ملف القدس يرجى ويرحل استشعارا لحساسية هذا الأمر لكن كل هذا كوم كل اللي قلنا هذا حطه على جنب ومسألة توظيف هذه القيم هذه المعاني هذه التأثيرات للقدس في محلب السياسة ولا مش سياسة نسميها النصب على الناس كوم آخر يعني إيش الفكرة أنه يقوم واحد تافه يمكن معجور في شارع ما بغزة أو ضفة ويشتم السعودية والسعودين بأقضع الشتائم ويهين رموز البلد ويحرق علم البلد ليش يعني إيش الفكرة يعني بمناسبة إيه على قولة المصريين بأي سبب تقترف هذه القباحات وباسم أي قضية وما دخل القدس وقيمة القدس بهذا السوء الذي يفعل في الشوارع كل نصاب سياسي كل صخاب أصولي كل دجال كل قاتل كل وضيع كل شبيح كل مجرم بحق الحياة تطرع على مخة وتطلع في مخة على قولتهم أنه يبرر قبائحها هذه ينط على كتف القضية الفلسطينية وآخر الناطين للمعلومية يعني أحب أن أتبشركم بالخبر هذا على كتف القضية تنظيم القاعدة الذي صح مؤخرا على أهمية الدخول مع الداخلين إلى بازار وحراج القضية الفلسطينية ورأينا المتحدث السابق باسم تنظيم القاعدة ومفتيها أبو حفص الموريتاني يدلي بدلوه مع الدلاء وقد خابت الدلاء قبلهم طبعا ما ننسى سفير الفتنة الإيراني قاسم سليماني يقتل ويخرب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن باسم تشكيله المجرم المسمى بفيلق عفوا قوة مثل ما صححنا نصر الله قوة القدس اسمه قوة أو فيلق القدس كم من الجرائم ترتكب باسمك أيها القدس الشريف بعد الموصل بعد دير الزور بعد حلب صارت طريق من طهران الموصل بغداد دير الزور حلب حما حمص دمشق بيروت جبل عامل القدس نحن قادمون بإذن الله الله يبشرك بالخير إذا نتقادم من القدس على كل حال هيك النظام بده هيك مفتي وهيك خطيب وعلى ذكر العمائم والفتاوى نتذكر أشهر عمامة سوداء في تاريخنا الحديث اللي هو الخميني الذي أسس الجمهورية في إيران أو كيان الفتنة والفتنة التي نثرها في المنطقة وكيف أنه أعني الخميني سنة مشى عليها أتباعه بعدو في احتلاب القدس المبارك تظاهر کنن مجالس داشته باشن محافل داشته باشن مسجد داشته باشن در مساجد فرياد بزنن وقتی یك ملیار جمعیت فرياد کرد إسرائيل نمیتوند از همون فريادش میترسن هذا اللي تحتفل فيه الجمهورية الإيرانية باسم يوم القدس هو على كل حال مش مجرد يوم وحتفال وخطب وينفض السامر بالنسبة للجمهورية الخمينية بل كان القدس أو التمسح باسم القدس هو أفضل وسيلة لاختراق بلدان العرب والتخريب فيها وكله باسم القدس الموت لأمريكا الموت لإسرائيل شعار إيران وحلفائها وأكبر الشواهد على تاريخ من استغلال القضية الفلسطينية لكسب التعاطف والتأييد الشعبي فطهران تذكر دوما بعدائها لإسرائيل وتدعي أن تدخلها في القضية الفلسطينية هو لدعم المقاومة ترفع طهران اسم القدس في كل مناسبة ولعل أبرزها تسمية أحد أبرز فصائلها المسلحة باسمها فيلق القدس الذي يرأسه قاسم سليماني يحمل اسم القدس فعلا لكن لم يكن له دور يوما سوى في تدخلات في دول المنطقة من داخل البيت الفلسطيني وباسم القضية وباسم فلسطين للأسف للأسف ارتكبت فصائل فلسطينية جرائم جرائم بحق أنفسهم أصلا والقضية قبل أي شيء آخر أو طرف آخر ثم بحق الآخرين مثلا ما جرى في الأردن في حرب عيلول السوداء الوصف أنه إحنا قضينا على العمل فدائي قضينا على المقاومة في الأردن هذا وصف ما هوش صحيح وله دقيق الناس اللي قضينا عليهم وهزمناهم هم جماعات مسلحة إلها آلاف الغايات وعندها آلاف الأخلاقية ولا في من هذه الألاف شيء اسمه عمل فدائي حقيقي أو مقاومة حقيقية طبعا هذا الرجل وصفة تل رئيس الوزراء الأردني ويتحدث هنا عن إجرام بعض الفصائل الفلسطينية بحق الأردن وعمان واسقاطهم مثلا كانوا بيسقطون الدولة وسلاح ثقيل في الشوارع كان اللي يتذكرهم في السبعينات هذا الرجل اغتيل لاحقا أيضا على يد هؤلاء فبعض قتلت الفصائل الفلسطينية ما نقول كلهم طبعا بعضهم شهرهم وبنضال طبعا وغيره كانوا في عمان يعرفون الطريق للقدس يبدأ من عمان مثل الأخ هذا بدر الدين حسون السوري اللي يقول لك الطريق يبدأ من طهران مدغشقر مش عارف مين ولم ينل الأردن منهم إلا القتل والفتنة والإرهاب والأردن أكبر دولة مساندة وقريبة أصلا منتصقة في فلسطين والقدس ظلت وما زالت بعيدة المنال فيعني رجاءا نزه هذه القضية القضية العادلة من لوثات الشر وصيحات الفتنة جاء في محكم التنزيل العزيز ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسلة والله لا يحب الفساد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا